وزير الاتصالات والزراعة يبحثان استخدام الزكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الزراعة وده مهم جداً عقد الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيد القصير وزير الزراعة والسطنح على الأراضي اجتماعاً بحضور قيادات الوزارتين لبحث سرعة رقمانة الخدمات الزراعية ووضعها على بوابة مصر الرقمية وأيضاً التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع القطاعات الزراعية وتدريب العاملين بوزارة الزراعة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وأكد القصير أن التعاون مع وزارة الاتصالات يشمل تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة الزراعة حتى تكون مرآة الوزارة في الداخل والخارج وتعكس الجهود التي تقوم بها والأنشطة والخدمات التي تقدمها للمواطنين ويشمل التعاون أيضاً التحول الرقمي والتوسع في الخدمات الزراعية التي تحتاج ميكانة بالإضافة إلى التعداد الزراعي والذي كان يتم بشكل يدوي كل عشر سنوات يعني كان متأخر جداً يعني